اشتركوا في القناة الخطوة دائما ما تكون الالف ميل يبدأ بخطوة حاول انك تعزم على اي خطوة حاول ان يكون عندك ارادة علامية التغيير من الحسن الى الاحسن او من السلب الى الايجاب اليوم ان شاء الله رح تكون قضيتنا ايضا تربوية رح نتكلم فيه عن العنف الطلابي باسمكم مشاهدين الكلام الرحب بمدير مساعد في وزارة تربية لخ محمد السدان يحييك الله شيخنا الغالي الله يحييك وسلمك دكتور سالي ومشكور على استضافة ابو عمر لا شك بان الله يتزاكر على حلقتين اللي تقدمتهم لنا في الساب وكان لها دور كبير وانا يعني اخذت مقولة جدا جميلة من حاضرتك لما قلت فيه فرق بالتعليم ما بين وظيفة وما بين مهنة وهذه والله انا اعتقد ان يبيلها حلقة كاملة عشان نشرح هذا الموضوع والله يقويك بداية استاذي القالي ابو عمر ينتكلم على العنف الطلابي ما المقصود بالعنف الطلابي لا شك يعني انا مو متخصص في مجال العلم النفس عشان اعرف لك التعريف العلمي لكن العنف يعني اما ان يكون لغضي او جسدي تجاه الاشخاص سواء معلمين عاملين في المدرسة او ايضا زملاء الطالب او الطالبة في المدرسة ولا شك ايضا ان مسبباته مختلفة او دوافع هذا العنف تختلف من شخص الى اخر هناك دوافع نفسية وتكون هذه الاغلب دوافع اجتماعية ناتجة عن مثلا تفكك اسري ناتجة عن مثلا عدم تحقيق الذات وتقدير الذات من قبل اسرة من قبل اولياء اولياء الامور ومعهم في انتج عن المشاكسات البسيطة يمكن ماذا ما يرقى الى عد الشيء الخطير اللي ممكن نتعاملوا اياه انا ابو عمر اذكر في حلقة سابقة قدمتها طبعا مو في برنامج خطوة في برنامج سابق تكلمنا عن ظاهرة الخز تعتبر واحدة من اهم ظاهر اللي بداية العنف وهي نظام الخزن كل العالم يعني ايوه لا والله بالعالم على الاغل الناس يعدون يمكن يشوفك معجب لا يعني بس يختلف من مجتمع للمجتمع لكن هي بداية انه والله يعني اي اشكالية يمكنني بكويت انه هذي خزني وخزك وكذا ويشفيك الطالة وكذا وهذا يمكن ما ادري يعني هي ناتجة عن يعني عدم الثقة بالنفس ان الشخص يحس انه هذي طالة فهو يشوف فيه عيب او كذا ويستنقص منه فيمكن تكون شديد زينب عمر الله يفكر انت مدير مساعد في وزار التلبيع ثانوي متوسط ده ثانوي ثانوي منتاج يعني العنف فني يكون اكثر زينب الاجراءات الغانونية ملعب العنف عندنا بداية الاجراءات المتبعة في لائحة اللائحة المدرسية في التعامل مع العنف تبدأ اذا كان هناك العنف اللفظي يعني ممكن ان نحول هذه المشكلة الى الخصائر الاجتماعي الاخصائي النفسي بالتالي يدرس هذه الحالة ويتخذ الاجراء اما اخذ تعهد اذا كان الامر بسيط للطرفين واختار اولياء الامور نعم ان هناك مشكلة حدثت من قبل ابنكم او ابنكم في المدرسة وبالتالي تم اخذ تعهد على الطالب ومن ثم اذا تكررت هذه المشكلة ياخذ تعهد على ولي الامر ويفصل يوم اذا تكرر ثالث مرة لا والله ممكن تصل الى مظاهر العنف في الهواش وكذا الى الفصل ثلاثة ايام وايضا الى مجلس نظام ينتج عنه نقل الطالب من المدرسة الى مدرسة اخرى او الى خارج المنطقة زين بوب عمر مثل هذه الاجراءات والله ما شاء الله باركم طويل على الموضوع الفصل ايه بني ايه انت تعامل مع الطفل يعني ما في حل اخر مثلا في لحظة معينة مثلا انا مثلا اجتمعهم مع بعض احاوني طبعا طبعا الاجراء التربوي هذا اجراء ثاني زين بوب عمر الان هذا داخل المدرسة خارج المدرسة لكم دور خارج المدرسة المدرسة وما يحيط فيها هي مدرسة يعني التهوش بالمصافط ايوه انت متهوش المدرسة يعني تدخن بالمصافط انت مدخن داخل المدرسة اي فعل خطأ تفعله في المدرسة وما يحيط فيها انت داخل المدرسة زين بوب عمر أحيانا في بعض أشخاص وأنا أشوفهم يعني بصراحة اللي ما يعني ما تصير خلاف هو دائما يعني يكون هو المبادر بالسلام اللي هو حد الطلبة مثلا يعني مع السمسة صار خلاف بيني وبينك أنا حاولت أن تجاوز أنت سامحتني هني تنمر الطلبة على هذا الطلب وشون تقدروا التعاملون معه الفكرة وما فيها أن حل المشكلة لا بد أن يبدأ من الإدارة إما في توافق الأطراف وبالتالي أخذ تعهدات أو فصل حتى للطرفين لكن التنمر أو التعامل للطلبة مع الطرف الآخر هذا أمر ثاني لا إجراء بعد نعم لا إجراء ثاني ومشكلة التنمر هذه ما نتهاون فيها أي طالب متنمر هذا على طول يحول إلى المكتب الخدمة النفسية والاجتماعية وبالتالي يكتب تقرير فيه وهذا التقرير يعامل معاملة جدية لأن هذا الطالب قد ينتج من كلامه تحطيم لنفسية الآخر أو أنه نفور الطالب من المدرسة أو من البيئة المدرسية وبالتالي الإجراءات إذا اتخذت واتبعت اتباعا صحيحا صدقني في وايد مشاكل راح تنشي لكن لن أقول لك هذه الطريقة لكن مشكلتنا مشكلتنا في إدارات المدرسية أن الإدارات المدرسية تألف وأنا آسف على هذا اللطب المدارات المدرسية تجتهد بحلول وبإجراءات غير موجودة في اللوائح وغير موجودة ومنصوص عليها في الوزارة وبالتالي أنا كوزارة لا أستطيع أن أتابع اجتهادات كل مدرسة على حدة أنا كوزارة أنا طلق منك أن تتعامل مع هذه المشاكل بهذه الطريقة تعامل مع هذه الطريقة لماذا؟ لأن أنا كوزارة لي طرق في متابعة إجراءاتك لكن كل مدرسة كل مثلا مدرس أو مدير مساعد أو مدير يسوي نفسه قاضي أو يجتهد باللوائح هذا أمر غير صحيح مرفوضة ليش؟ وانتشوفها وانتشوفها وتشوفها في لائحة الغش مثلا في لائحة الغش احنا مثلا بدقيقة إذا التفت الطالب كذا إذا اخضرت طالب مع جهاز تليفون كذا منصوصة بالمواد وبالنقاط يقول مثلا مدير مدرسة يقول لك إذا شفت الطالب يغش مثلا خلص اخذ منه أداة الغش وخليه يكمل لا أنت مو كيفك هذا مو جراء تأدي أنت يا مدير مدرسة أنت مو مطلوب منك أنك تطور اللائحة اللائحة تأمرك ثابتة وثابتة أن إذا وجدت الطالب فعل كذا كذا فبناء على المادة كذا رقم كذا فقرة كذا أن تفعل كذا وهذا أمر واضح هذا أمر واضح نقدر نقول بأن بعض المسؤولين في المدرسة ما عندهم الإلمام في اللائحة لا عنده إلمام يعرف اللائحة لكن هو شون يقول لك يقول لك أنا أستخدم روح القانون لا ما فيها أصلا هذا مو قانون عشان أنت تستخدم روحها هذه لائحة ما لها روحة هذه لائحة يطلب منك أنك تنفذها وهو يلم بالموضوع لكن الاجتهادات الشخصية لدى مدر المدارس هي من تضع تضعنا أمام العبث اللي موجود الآن لو كل مدرسة تطبق اللائحة مثل ما أنزلت نعم يختلف العمر يختلف العمر زين بو عمر لا شك أن من خلال عنف الطلابي إحنا بدنا نوصل رسالة مهمة أن العنف هو مرفوض تماما جملة وتفصيلا ولكن في بعض إجراءات أنه تصير كنفس ما أنت ذكرت أن روح القانون في هذا الأمر مرفوضة هو قانون طبق هذي وجهة نظرك ولا هذي الأمر بالضبط لا لا هذا هذا مطلوب من الكل الدولة أي لماذا يا دكتور لماذا توضع القوانين للتأدير لكي تضبط التفاوت في الممارسة أنا ليش أحط مثلا قانون من يسرق يسجن لأنه يمكن واحد يوكله والله حرام عند عيال لا 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 علاقة القانون وضعه لكي يضبط تفاوت التعامل مع الخطأ أو مع الحالة نعم لذلك روح القانون ومدري ومدري شنو هذه الأمور هذه ما تصح هذه ما تصح أبدا ليش لأن القانون واللائحة وضعت ووضع أمامها إجراء اللائحة لمتابعة تنفيذها إذا كل شخص اجتهد بتنفيذ القانون واجتهد بتنفيذ اللائحة هذا مصيبة والله أبو عمر شوف الأمانة موضوع لنفط طوال يمكن محتاج إلى أكثر من الحلقة لأن هناك أمور أنا لا أطلق العلم من أهم أن يستخدام بعض الآلات الحادة أو البيضة التي تدخل فيها المجلسة شون تصير لكنه موضوع كبير أريد أن تختم فيها هذا الأمر الآلات بشكل عام أو العنف بشكل عام دكتور ما يبدأ ترمى الطالب يبدأ من الأسرة إذا الطالب لجأ إلى العنف في حل أي مشكلة فاعلم أن هذا الإجراء هو الإجراء المتبع من أسرته عليه في حل أي مشكلة لذلك العنف الطالب ترى طفل ما يدري ما يدري شنو طيق ما يدري شنو كذا لكن إذا الأسرة تتعامل مع عيالها يعني مثلا أخذ حقك بيدك أخذ حقك بيدك أو إذا والله غلط طقييته أو سوى الطالب يعتقد أن هذا الإجراء هو الإجراء الصحيح في التعامل مع الآخرين لذلك المتنمر الطالب المتنمر ترى المتنمر الأصلي مو هو التنمر الأصلي البيئة اللي هو قاعد فيها واللي نشأ فيها يا كذا يا أبي كذا هذه الأمور هي اللي الطالب ينقلها فبالتالي ترى الطالب المتنمر وهو يسقط التنمر رسالتك الأخيرة أبو عمر في أقل من عشر ثواني يعني الفكرة ما فيها إذا أردت أن تضبطوا العنف الطلابي وأن تقللوا من العنف الطلابي يجب على الأسرة بداية هي من تقف يعني سدّا منيعا تجاه سلوكيات أبنائها في المدارس أو خارج المدرسة قواك الله أبو عمر لا شك مشاهدينك بأن موضوع العنف الطلابي كبير ويحتاج أكثر يمكن من حلقة ولكننا نحاول نلخص بعض الرسال ودائما أؤكد بأن برنامج خطو يركز على العناصر المهمة في المجتمع الظواهر ولكن هدفنا تقوم بأن نحس أنه موجود في هذا البرنامج وأيضا في هذه الحلقة وكل رأي ينقال في هذا البرنامج هو يعتبر رأي يعني إيجابي دون تكلف على أي أحد فلا تعتقدون أننا نحاول نثير أمر ترجمة نانسي قنقر